وفي السياق قال مراسل وكالة روداو الإعلامية إنه بعد مرور نحو سنة على إعلان القضاء على داعش في سوريا أسفرت العملية العسكرية التركية في شمال وشمال شرق سوريا عن إعادة رفع علم داعش في عدد من القرى المحيطة بعين عيسى ونصب لوحة لهم على طريق المؤدي إلى الحسكة ويأتي هذا بعد أن حذر مسؤولون في قوات سوريا الديمقراطية مرات عدة من احتمال عودة داعش للبروز في حال لم يتم منع الهجمات التركية على المنطقة وقد حدث ذلك وشهد قيام مسلحي داعش برفع علم تنظيمهم كما تشير معلومات إلى فرار عدد من أولاد وزوجات مسلحي داعش من المعتقلات